في العراق دون غيره من البلدان وقبل غيره من الأوطان تتجسد المتناقضات بصورة مستهجنة وغريبة فالعراق الذي علم الإنسانية اللغة وصاغ لها أول تشريع إنساني ها هو اليوم يبتكر مسلة تشريعية قمة في الغرابة منظومة تشريعات وأعراف لا تمت للواقع بصلة ولا تمس حاجة المواطن بل وكأنها أعدت خصيصا لتنكد على المواطن وتزيد من الضغوطات عليه وتدفعه نحو مزيد من الأزمات الأمثلة والقراء على ما نقول كثيرا ولا حاجة إلى ذكر تفاصيلها وللتذكير فقط من باب الاستغراب والاستهجان نذكر أنه في العراق وفي العراق تحديدا المجرم يخلى سبيله وضابط الأمن يسجن الألعاب الإلكترونية تحضر ويسمح لحيتان الفساد باللعب بقوت الشعب ومقدراته ظواهر مستحدثة على المجتمع العراقي لم تجد من يتصدى لها فالانتحار في تزايد مخيف وتعاطي المخدرات والإتجار بها في تصاعد مستمر النازحون يفترشون المخيمات التسرب من المدارس مخيف عصابات التهريب والنهب والسلب تتعظم الاغتيالات والتصفيات الجسدية ترتفع مزادات بيع وشراء المناصب تمارس في العلن الإهمال يغتال كل شيء جميل بؤر الإرهاب تتبرعم وتنتشر المشاريع في تلك إن دائم الكوارث تفتك بكل ما يصادفها الموت الجماعي فقرا وجوعا رهيب ومع كل هذا المحاصصة والمناكفات السياسية والتخندقات والتكتلات هي العناوين الأبرز في ظل عدم اكتراث بالمواطن كليا وللتمثيل فقط نذهب لآخر إجراءات اتخذت في كاركوك المحافظة التي تجسد ألوان الطيف العراقي بكل معانيه وصوره الجميلة وتضرب مثالا حيا للتعايش السلمي بين مكوناتها الاجتماعية والتي منع فيها مؤخرا على الشباب ارتداء الشورت أو ما يسمى بالبرمودا في الشوارع لماذا هذا المنع؟ ولماذا في كاركوك تحديدا؟ ولماذا في هذه الفترة بالذات؟ ولماذا ولماذا ولماذا؟ هل أصبح العراق الدولة الأفلاطونية الفاضلة؟ هل انتهت كل مشاكله وأزماته ومتطلبات شعبه؟ هل انتهى من كل الكوارث وانتقل إلى صغائر الأمور وسفاسفها؟ وأخيرا نذكر فقط تضييق الخناق على المواطن وكبت خصوصياته قد تدفعه إلى طرق ومسارات لا يحمد عقباها